اشتركوا في القناة راح ندخل جوت منها مرة تاني شدوها كده في لبرا عشان تكون مزبوطة في النص ودخلوا جوت منها مرة تاني ونزلوا على اللي في جنبها اشتركوا في القناة شوفوا فين وين زبطنا الخيط دخلوا مرة تاني ايوة هنا ما هم مشوفوا الفراغ هنا كمان راح نوصلوا مع بعض عشان يكون كله مشغول هادي اخر اخر واحدة عندنا دخلوها في هنا صار عندنا خرطوم صغير دخلوها في الخرطوم طلعوها من تحت من الاسفل ايوة من الاسفل هادا ندخلو جوت الورقة كده ما راح تبين العقدة حين ندخلو كده هاد الورقة شوفوا بعض بتخلصوها كده اعطوها الشكل شوي بيدك نصلحوها شوي هادي الشكل الالوان انتو تختاروها حسب الشكل اللي بدكن ياها بس الخرطوم الجوت منها راح اوريك ننسوي خرطوم ناعم زغير جوت منها ايوة تشوفوا طولة الفيديو كتير خمسة غراز شوي خلوهم كبيرة ما في اي مشكلة انو يدخل جوت الخل هادي الزهرة ما ي ما يبين بس عقدوه عقدوها عشان ما تفتح خمسة غراز راح نسوي خرطوم على خمسة غراز لفة او لفتان بس تشدوا الخيط مزبوط ما في اي اه ما بيسر اي مشكلة عندك في الشغل المهم الخيط ينشد مزبوط تقفل معاكن العقدة ازا ما قفلت العقدة راح تفتح وبشغط التاني راح اه تمط ايوة نعمل كده واللي طلعنا فيها لخيط طلعنا فيه لفوق نسبت في الخيط اذا بتسبتوا الخيط باول غرزة بيبقى عندكم اربع غراز ما بيصير خمس غراز بس اذا بتسبتوا الخيط بخيط اللي سبتنا فيه الغرزة لفوق بيبقى عندكم خمس غراز راح انا كمي الخارطون خمس ستة شوات فلي كتير مش لازم يصير طويل ايوة شوفوا سويت انا عندي كده صار هذا سبعة شوات مش خمسة وحين اوريكين كيف ننقص عندنا هنا خمس خمس الله يلعنش يتب خمسة غرز شوفوا هذه الغرزة ندخل فيها بس ما نسويها غرزة مسحوها على الاخر شوفوا كده بالعكس واحدة مرة حين بتلفوها بتروع على الاخر ما بيصير عندنا غرزة ودخلوا في الثاني سووها غرزة وفي هذا الثاني مسحوها فالعكس اذا بتلفوا بالعكس لفة واحدة بتنمسيح ما بتصير غرزة وهذا الثاني سووها غرزة الثاني مسحوها كده راح تصغر معانا تلم راح يلم الخارطون وحدة غرزة واحدة مسحوها حتى ما يبقى عندنا غرز شوفوا ابقى آآ ناعم ما راح اقدر دخل جوت منه هادي اخر واحدة مسحوها لفو لفتين ايو شوفوا زي كده صار عندنا الخارطملة هنا وفي واحدة تاني لازم نمسحها ايو خلص ندخل جوت شوفوا هنا في شوي محل عشان دخل الابرة ندخل على تحت على الاسفل طلع الابرة من الاسفل بس شوفوا انتبهوا ما تشدوه كتير اذا شديتوه شديتو الخيط كتير بتطبق هذي بتنزل على تحت زي هذي الشكل هنا راح نعقده عشان ما نحين بندخل الخيط ما تنلم الخرطم ما ينلم ايو هذي دخلنا سبتنا الخيط من تحت هذي راح نشيله ما ما محتاجينه ايو شوفوا هذي الشكل عندنا راح ندخله جوت هذي الورقة اللي عملناها فين ندخله جوت الخرطم كمان على الاسفل ايوه انا راح حطه جوت الاخضر انه انا بحب الاخضر كتير بس اول قابل ما ندخله جوت الاخضر رازم نسبت الخيط عشان ما تطيح سبتناها وندخله جوت الاخضر كمان شوفوا بالاسفل شدوها على الاخر عشان تركه بينها كويس شوفوا هذي انا كده زي ما بيسوه الله باليوتيوب ما برتاح لازم دخله هنا مرة تاني جوت الاخر جوت هنا في الغسيل في اي شي عشان ما تطيح بس هنا ياريت لو قطعنا خيط الاصفر وحطيناها بالاخضر كان بيصير افضل ما عليش ما بينت شوي بس الاصفر ما تعمل اي مشكلة وبعدين ندخله مرة تاني على النص ننزله على تحت ونسبت هنا الخيط مزبوط اذا فتح هنا الخيط شوفوا بتطيح كل بتفكش كل الزهرة لازم هنا الخيط يكون مزبوط معانا ايوه هذي الشكل للزهرة ان شاء الله يا رب تكون اه قدرت ساعدتكن زي الما يعني عطيتكن معلومات اللي بدكم ياهن او تقدروا تساووا وتزبطوا زي ان شاء الله رب يعطيكن الف عافية ونلتقي ان شاء الله بفيديو تاني على خير ولا تنسو اذا بتعملولي لايك وتكتبولي في قسم التعليقات ايش رايكم في الشغل او تحتاج اي شي بتسعدوني كمان ويعطيكن الف عافية ونلتقي بفيديو تاني على خير ان شاء الله الى اللقاء